يشكل الفضاء الإلكتروني والإنترنت عصب الحياة وشرطاً أساسياً لاستمرارها بشكل طبيعي ما يجعل أي قرصنة أو هجمات ضدها تهدد بشل قطاعات حياتية حيوية هذا ما أكده وزير الأمن الداخلي الأمريكي خلال مشاركته في قمة افتراضية حول الأمن السيبراني يشكل الأمن السيبراني أحد أكبر التحديات التي تواجهها أمتنا خلال العام والنصف الماضي اضطرت المدارس والشركات والموظفون ودور العبادة للتحول إلى العمل فوراً عبر الإنترنت أصبحت الإنترنت ضرورية للبقاء على اتصال مع أحبائنا وللعمل عن بعد في الوقت نفسه عطلت القرصنة بغرض الفدية المستشفيات والمدارس ومورد الأغذية وخطوط الأنابيب بالإضافة إلى العديد من القطاعات التي تقدم خدمات مهمة هذه لاجمات تكشف أن ما هو على المحكي ليس ببساطة الطريقة التي نتواصل بها أو الطريقة التي نعمل بها وإنما الطريقة التي نحيا بها القمة عرضت أيضاً أولويات إدارة الرئيس جو بايدن بالنسبة للأمن السيبراني والخطوات اللازمة لمواجهة أي تهديدات لأمن الفضاء الإلكتروني والمعلومات يجب أن يدرك خصومنا أننا نريد أن يدفع ثمن أفعالهم ولكن هذا يعني أننا بحاجة إلى أن نكون هدفاً صعباً وأن ندافع بنشاط عن شبكاتنا إذا قمنا بذلك نستطيع مواءمة الأفعال مع العواقب ومحاسبة خصومنا وذلك لا يتم فقط إلكترونياً وإنما يمكن فرض عقوبات مالية ودبلوماسية وشددت القمة أيضاً على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لحماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني قمة الأمن السيبراني لهذا العام تعقد افتراضياً ويشارك فيها مسؤولون حكوميون وخبراء وأكاديميون من أجل تبادل الأراء والخبرات حول تعزيز الأمن السيبراني وكيفية التصدي للتحديات التي تواجه الفضاء الإلكتروني وفأجباعي الحرة واشنطن